شكرا سيادة الرئيس السيسي على هذا الترحاب الحار وكرم الضيافة الذي لقيناه أنا فخور لوجودي هنا اليوم مع رئيسة المفعوضي الأوروبي والزملاء وذلك لفتح علاقة جديدة واحدة علاقة جديدة ما بين العلاقات المصرية والأوروبية هذه العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحال الأوروبي علاقة تعمناها لفترات طويلة وإن الإعلان المشترك الذي يوقع إنما يرسي لبنت هذه العلاقة وهي واسعة النطاق وتمنح الفرص للاستفادة منها إن التأكيد والإعلان يبين ويؤكد أمرا كان دوما واضحا لنا في المنطقة إن الاتحاد الأوروبي ومصر هم شركاء طبيعيين استراتيجيين بالسبب الاهتمام بالأمن وأفاق الأمن والازدهار إن مصر هي أقرب بلد في الجوار الأوروبي وهي بلد في الشرق الأوسط وتعاليها دور محوري في البنيان الأمني للمنطقة هذا الفصل الجديد في العلاقة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي يبين أن مصر إنما هي ركيزة لاستقرار في خضم التهديدات والصراعات وعنصر مثبت لاستقرار يبغي الاستثمار فيه وفي ذات الوقت إن مصر تصبر أغوار الكثير من التحديات في ظروف الاقتصادية الصعبة بما في ذلك الصراعات في غزة وسودان وليبيا وعدم الاستقرار في البحر الأحمر والتهديدات للأمن الغذائي والمائي والإرهاب وكذلك أزمة اللاجئين وطبعا الهجرة غير الشرعية وعلى صعيد غزة نحن نتوجه بالشكر لقيادة مصر لتأمين مسألة وقف إطلاق النار وإطلاق صراح الرهائن وكذلك للقيام بعملية مشاعدات إنسانية وساعة النطاق لإنقاذ المدنيين في غزة ووقف الصراحة لا يتشعب أكثر من ذلك وأن تقود الطريق لكي تؤدي إلى إنشاء البلدين أو حل الدولتين طبعا أنا ضد نجوح المدنيين ونحن عن حق نعرف عن حق قلق مصر الأمني ونسعي إلى ثقة السلام بين مصر وإسرائيل ونؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أن الكل يعيش في سلام وفي أمن وبالنظر إلى الوضع الصعب لغزة فإن قبرس مع مجموع من الدول الشركاء والاتحاد الأوروبي تحت قيادة رئيسة المحوظة الأوروبية قمنا بإنشاء محور إقليمي لتقديم مساعدات موقدة للحياة لغزة ونحن سعداء أن هذه المساعدات الضرورية بدأت في وصولها إلى غزة في المدنيين ونعلى تمام العلم أن التحديات كبيرة وأن المساعدات غير كافية وأن مسارات البرية لإصال المساعدات هي المسار الأساسي لإصال المساعدات الإنسانية ولا يمكن التغاضي عنها ولا يمكن استدالها بأخرى وكذلك آمن أن نرى تعاونا وثيقا ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر فيما يتعلق بعملية السلام الشرط الأوسط وكذلك في عقد الانتخابات في ليبيا بسرعة وكذلك نحاول التعامل مع القوى العسكرية هناك وكذلك وقف إطلاق النار في السودان وتحقيق الأمن في البحر الأحمر وما يتجاوزه وطبعا في إقليم شرق المتوسط اليوم إنما هو بداية علاقة قوية وتعود بالفائد على الجانبين ما بين مصر والاتحاد الأوروبي شكرا سيدي الرئيس